موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة أخبار الثانية عشرة والنصف ليلة من قناة السعودية أهلا بكم نبدأها بالعنوين خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان أعطاء مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابهم سمو ولي العهد يصل إلى مملكة البحرين ويعقد جلسة مباحثات مع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله في مكتبه بقصر اليمامة في الرياضة اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة فقد تسلم أيده الله أوراق اعتماد لكل من سفير جمهورية ناميبيا غير المقيم جافيكي زاك سفير جمهورية الإكوادور غير المقيم رفايل مينتي ميلات شيري بوغا سفير جمهورية أوزباكستان أولوك بيك مقصدوف سفير جمهورية كوريا الجنوبية جو بيونغ أوك وسفير المملكة المغربية مصطفى المنصوري سفير أستراليا رضوان جدوت وسفير جمهورية اليونان إيوانيس تاغيس وسفير جمهورية إيرلندا جون جيرارد ماكوي وسفير جمهورية فنلندا أنتي راتوفوري وسفير مملكة بلجيكا دومينيك مينور وسفير جمهورية إثيوبيا عبدالعزيز أحمد آدم وسفير جمهورية سويسرا أندري شالر وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يورغ راناو وسفير جمهورية الأرجنتين مارسيلو فابين خيلاردوني وسفير جمهورية العراق قحطان طاها خلف وسفير جمهورية نيكا راقوا غير المقيم محمد محمد فرارا لاشتر وسفير جمهورية تشيك يوراي كوديلكا وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود بالسفراء في المملكة العربية السعودية وحملهم نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقة بين المملكة ودولهم بدورهم نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين معبرين عن شكرهم للملك المفدى على ما وجدوه من حفاوة استقبال وكرام ضيافة وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد العيسى ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ومعالي رئيس المراسم الملكي الأستاذ خالد العباد ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل الطيري ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود ببرقيات تهنئة لكل من فخامة الرئيس ميلور ميلوراد دوديك رئيس جمهورية أو رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك وفخامة السيد الشفيق جعفيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك وفخامة السيد جيلكو كوميتشيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابهم أعضاء في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقيات تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك وفخامة السيد شفيق جعفيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك وفخامة السيد جيلكو كوميتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم إلى مملكة البحرين وكان في استقبال سمو ولي العهد في مطار قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين كما كان في استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة المحرين ترجمة نانسي قنقر وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلمان الملكيان السعودي والبحريني وصفح سمو ولي العهد كبار مستقبليه من أصحاب السمو وصحاب المعالي والمسؤولين في الحكومة البحرينية هذا وصفح جلالة ملك البحرين أصحاب السمو الملكي الأمرا وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد المرافق لسمو ولي العهد ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالدوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعودي بن نائف بن عبد العزيز وزيره الداخلية وأصحاب المعالي الوزراء وعددا من المسؤولين هذا وقد عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين جلسة مباحثات مع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملكي مملكة البحرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين والوفد المرافق لسمو ولي العهد وفي بداية الجلسة رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة سمو ولي العهد لمملكة البحرين معربا عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره لجلالة ملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ومنح جلالة ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة من الدرجة الممتازة لسمو ولي العهد تقديرا لجهود سموه في دعمه وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية وأجرى خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والسبول الكفيلة بتطويرها بالإضافة إلى بحث التطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبدولة تجاهها وقد أقام جلالة الملك حمد بن عيسى مأدوبة عشاء احتفاء بسمو ولي العهد وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد شهدوا اليوم منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباق الفورميلا ون في موسم 2018 على مضمار حلبة مرساياس في أبوظبي وقد شهد السباق أصحاب الفخامة والسمو ورؤساء وفود عدد من الدول وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورميلا ون أبوظبي معلنا بدء انطلاق سباق البطولة أو الجولة الختامية لموسم 2018 هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد التقى في وقت سابق اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورميلا ون في موسم 2018 في مضمار حلبة مرساياس في أبوظبي وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في وقت سابق اليوم جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق وفخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد أبو دبي على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورميلا ون في موسم 2018 في مضمار حلبة مرسا ياس في أبو ظبي وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد غادر دولة الإمارات العربية في وقت سابق من مساء اليوم وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما كان في وداع سمو ولي العهد معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل علي القبيسي وسمو الشيخ خزاع بن زايد ألنهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسمو الشيخ الفريق سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد ألنهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد ألنهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان وزيره الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتجاجات الخاصة وسمو الشيخ خالد بن زايد ألنهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذي الاحتجاجات الخاصة والشيخ شخبوط بن نهيان ألنهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الإماراتية وأعضاء سفارة المملكة في أبوظبي هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية شكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان إثر مغادرته حفظه الله دولة الإمارات العربية المتحدة وفيما يلي نصها صاحب السمو الأخ الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان حفظه الله رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم الكريم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة تأتي هذه الزيارة لبلدنا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين بلدين وشعبين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة في ظل قيادة سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وسموكم الكريم والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو نائب القائد الأعلى للقوة المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إثر مغادرته حفظه الله دولة الإمارات العربية المتحدة وفيما يلي نصها صاحب السمو الأخ الشيخ محمد بن زايد ألنهيان حفظه الله ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعري بالي سموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما رقيته والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم الضيافة كما لا يفوتني أن أهني أسموكم على التنظيم الناجح لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميلة ون على حلبة مرسياس للعام العاشر في أبو ضبي لقد أكدت هذه الزيارة العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان حفظهما الله متمنيا لسموكم موفور الصحة والسعادة ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اضطراد التقدم والرخاء وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود ولي العهد نائب رئيسي مجلس الوزراء وصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إلى الرياضة اليوم وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد صاحب السمو الملكين أمير فيغ صلب بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ومعالي وزير البيئة والمياه وزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الوزير المرافق ومعالي أميني منطقة الرياضة المهندس طارق الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر ترك العلي ومندوب عن المراسم الملكية صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لتحالف الدعم الشرعية في اليمن العقيدة الروكن تورك المالكي أن قوات التحالف البحري وضمن جهود استمرار سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية بجنوب البحر الأحمر فقد تم اكتشاف وتفجير عدد 86 لغما بحريا منذ بداية العمليات العسكرية وأن ما تم اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع المنصر بلغ 26 لغما بحريا قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بزراعتها بطريقة عشوائية وأكد العقيد المالكي استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادي الشواطئ من المدنيين وكذلك السفن التجارية ونقلات النفط العملاقة وما قد تسببه من أثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية وأن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع التجمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر أشار المالكي إلى أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتهديد سلامة الخطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية بعد انتهاك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ختم النشرة نذكركم بعناوينها قادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة قادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان أعضاء مجلس رياسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه سمو ولي العهد يصل إلى مملكة البحرين ويعقد جلسة مباحثات مع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله